طلق توزيرة تضام الاجتماعي مايا مورسي تقريرا عن جهود المؤسسة العامة للتكافؤ الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد حيث تم صرف خمسة ونصف مليون جنيه في هيئة مساعدات مالية وعينية كشنط ومستلزمات مدرسية لما يزيد على خمسة عشر ألف أسر من الأسر الأولى بالرعاية ممن لديها أبناء بالمرحلة الابتدائية أو الإعدادية وذلك على مستوى المقر الرئيسي للمؤسسة والأفرع بالمحافظات هذا وأشار التقرير إلى قيام المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتكافؤ الاجتماعي بالقاهرة باعتماد صرف مليون وأربعمائة ألف جنيه كمنحا دراسية إلى ألفين ومائتي وسبعين أسر وتوفير الحقائب المدرسية بمستلزمات لمستفيد التكافؤ الاجتماعي من الأسر الأكثر احتياجا وطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية